اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين جولة جديدة وفيديو جديد في شركة بوابة نون حي النهضة شارع سلمان الفارسي بالرياض وأسعارهم 11.5 و 5.75 وعندهم حاجات خيال مقارنة بأسعارهم وطبعا الكلام ده للناس اللي بتبقى لسه دخل القناة جديد وما تعرفش أي حاجة عن بوابة نون دي آخر تشكيلة يا جماعة نزلت من الصحون عندهم آخر تشكيلة من الصحون على 5.75 وفي عروض كمان لاتنين مع بعض على 5.75 والزبديات على 5.75 ما شاء الله المكان مميز جدا كمان فيه أسعار على 3 ريال هنشوفها دلوقتي مع بعض دي آخر تشكيلة من الصحون حبيت كده أن أحطها لكم في أول الفيديو طبعا إحنا عارفين أن على طول بصور لكم كل جديد هناك وجايب لكم كل تشكيلة الصحون اللي موجودة على موجودة في الفيديوهات السابقة كده 3 ريال ده كده 3 ريال من بعد الطقم يعني اللي هو الأخير كل ده على 3 ريال شايفين التشكيلة دي ما شاء الله دي تنصيق عميلة كانت بتنصاكم كده وقلت لها استاذنتها أن أنا نصورهم على 3 ريال الصحون دي كده على 3 ريال من بعد الطقم اللي قلت لكم آخر حاجة نزلت عندهم كل الصحون على 3 ريال تمام كده عشان تتفرجوا على الفيديو براحتكم كل اللي قدامكم ده الصحون في الصحن فيه الواحد على 3 ريال دي من العروض اللي عندهم برضو ما شاء الله تشكيلة كبيرة على 3 ريال عندهم بقى الملاعق على برضو 5 ريال 5.75 تشكيلة كبيرة جدا يعني عايز أقول لك اللي هي الفودي والنحاسي والألمونيوم والشوك والسكاكين وطقم الصفرة يعني تشكيلة كبيرة جدا تحتاري تاخد إيه واللاقيوا كلهم أحلى من بعض مقارنة بالأسعار روعة طبعا ما شاء الله تشكيلة كبيرة جدا شايفين أنا ما بروح هناك أصلا بعض أتفرج فيهم كلهم بس بحب اللي هو الرخامي ده اللي هو الاسود أو الابيض اللي هو الرخامي ده بيبقى حلو يعني وبرضو اللي هو اللون اللي هو الأصفر أو النحاسي ده بيبقى حلوين أو اللي هي المعلقة اليد بتاعتها طويلة كده شايفين برضو دول حلوين أوي أيوة أنا عايز أقول لك على دول بس الثانية مدورة شوية لا في تشكيلة كبيرة ما شاء الله تحتاري تاخد إيه واللاقي على خمسة خمسة وسبعين جودتهم حلوة أوي أوي يعني أنا واغد ملاعق من هناك اللي هي العادية الفضي العادية دي للمطبخ جميلة جميلة جدا طبعا مش بنركز بقى احنا على الملاعق دي كل شوية في الفيديوهات في حبيت المرات دي نحطها لكم علشان بقى شهر رمضان كده كل سنة ومتوا طيبين والحاجات دي كلها بيبقى عليها الطلب برضو المغارف والمصفة والحاجات اللي هي الكبيرة دي كل أسعارهم جامعة خمسة وسبعين الكلام ده للناس اللي بتبقى لسه دخل القناة جديدة أنا عارفة ان حبيبي عارفين الأسعار ومشاء الله وعارفين المكان ومتواجدين هناك على طول خصوصا الايام دي طبعا والحاجات الحلوة اللي بتنزل عندهم من بضع تي ان اللي على طول متوفرة وهاي بيبي وهقول لكم برضو عن تي ان وهاي بيبي اكيد آآ وكمان آآ في حاجات حلوة قوي هتنزل الايام اللي جاية دي آآ خليكوا بس تتابعوني كده في الفيديو وانا هقول لكم كل حاجة بالتفصيل شايفين السيليكون طاري مش ناشف يعني شايفين الملاعق السيليكون والآآ والفرش والآآ يعني تشكيلة كبيرة كده من من الطقم اللي هي السيليكون دي احنا كلنا بنستعملها خلاص دلوقتي مدام عندنا دور الجرانية والتيفال فكلنا بنستعمل الحاجات دي فعايز اقول لك ان النوعية كويسة جدا ما هيش الناشفة للطقم منك لأ السيليكون عادي طاري وحلو وبره والله بيبقى غالي الطقم دي بتبقى غالية اصلا ما بجيبش غير من ابو خمسة ريال على طول واستعملها يعني لاني جبت من برة اصلا وطقط يعني السعر يا جماعة مش مش بمعنى ان انتي تاخد حاجة غالية علشان تبقى حلوة بالعكس دايما بيقى في حاجات متعودة واسعارها حلوة او هي حلوة او والسعر بتاعها كمان حلو عندك الاطقم بقى اللي هي اطقم التوابل انتي بقى تعملي تنسيقه كده لطقم التوابل كل العلب دي كده علب التخزين على خمسة خمسة وسبعين العلبة الواحدة على خمسة خمسة وسبعين التقم اللي فات بصراحة كان حلوة قوي اللي كنت مسكيه كده اللي هو فيه والبينك وكده حلو حلو لما انتقم منه يعني آآ كتير كتير ماشا والله بقى لو جبت يعني كل آآ طقم الواحد وكده كتير آآ الصحون يعني كده على السريع برضو عشان الناس آآ اللي بتبقى داخل عندي آآ القناة جديد آآ كل ده جمع على خمسة خمسة وسبعين في شركة بوابة نون حي النهضة شارع سلمان الفارسي بالرياض موجود هحط لكم الموقع اي حد بقى عايز الموقع برضو يكتيب لي بس الكومنتو على طول انا بحط لكم الموقع على خمسة خمسة وسبعين الطقم ده الروعة الطقم ده الطقم الرمضاني ده حلوة قوي قوي بصراحة عليه الطلب هناك يعني انا ببقى واقفة اصور وببقى شايفة زباين وببقى شايفة ايه اكتر حاجة عليها الطلب هناك الطقم ده طبعا وكمان كان فيه منه زبديات صغيرة كده جميلة آآ والطقم دي برضو حلوة قوي بس احنا بنتكلم بقى على اللي هي القطقم الرمضانية يعني فيه برضو اللي هو الازرع اللي تحت بالسنان الاحمر حباء اكتر كتير كتير بقى تشكيلا من الصحون آآ كتير قوي دي اخر حاجة آخر حاجة نزلت آآ برضو عندك آآ الابيض ما بيفقدش جماله خالص دايما الابيض حلو في الصحون هادي وآآ يعني ما تحطي الحاجة كده بتبقى ظهرة فيه كتير انا بجيب لكم كده على السريع على اساس ان انا على طول بصور لكم في المكان وبجيب لكم كل حاجة بالتفصيل في الفيديوهات السابقة لو في اي حاجة عايزين تشوفوها ارجعوا كده لشركة بوابة نون للفيديوهات السابقة وشوفوها تلاقوا كل حاجة بالتفصيل عندهم اقسام للآآ عندهم قسم المواد الغذائية وعندهم قسم للمنظفات وعندهم للعطور ويعني عندهم اقسام كتير في المكان شايفين الاستلس بكل انواعه عندك برضو هنا الايس كريم بقى والكاستر والمهلبية حلوة مغطا يعني شوفي هي ماشية سكرية هم اولا تلاتة اتنين مع بعض دول اللي بغطى اتنين مع بعض شايفين دول كده اتنين مع بعض دول تقريبا دول دول خمسة دول خمسة مع بعض على خمسة خمسة وسبعين بس انا حابة اللي هي مغطا عشان لما تعمل الكاستر او المهلبية تغطيها فما تعملش وش معاك كده وتنشف عندك برضو الطمر على خمسة خمسة وسبعين الزيت هنا برضو عليه عرض المقارونة الاتنين على خمسة خمسة وسبعين اتنين مقارونة اتنين شعرية يعني في قسم مواد غذائية كله عروض ما شاء الله اسعارهم حداشر ونص وخمسة خمسة وسبعين برضو عندك المكة وعندك يعني الاهوة البردة وحاجات كتير ما شاء الله يعني وعندك راني ومشروبات كتير وفهمته وبانواعه وكل حاجة هتلاقيها متوفرة بالنسبة بقى لشيء ان عايز اقول لكم بضعه كتير يا جماعة كتير انا ما بعرفش اصور والناس بتاخد يعني والناس بتاخد ما شاء الله زحمة 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 جدا فماقدرش اجيب الناس والناس ترجح تزعل وبصراحة بيبقى مهرجان يعني والناس بتاخد رغم ان هم عاملين مواعيد هم عاملين مواعيد قسموا نفسكم عايز اقول لك القطم دي الاستريتش اللي هو البناتي ده تحفى ده قطن يا جماعة ده خمته حلوة قوي قوي فيه منه كل المقاسات قسموا نفسكم يا جماعة هما بينزلوا الساعة عشر الصبح بضعه تشي انو وبنزلوا الساعة اربعة العصر وبنزلوا الساعة سابعة وبنزلوا الساعة احداشر غيروا من مواعيدكم مش مثلا كل مرة تروحوا مثلا الساعة سبعة اكتر وقت ده بيبقى فيه زحمة فيه مش كل مرة تروحوا الساعة اربعة يعني غيروا المواعيد شوي علشان مبقاش الزحمة الرهيبة دي على شي انو هاي بيبي الحاجة موجودة والبضاعة كتير جدا البضاعة شي انو هاي بيبي متوفرة يوميا في نفس المواعيد وموجود كتير لوش مش هتخلص مش هتخلص كتيرا ما شاء الله ولسه هينزلوا شوزات من شيء شوزات من شيء خطيرة 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 والاسعار برضو على 11 ونص فربنا يسترم الايام اللي جاية واللي الناس بتعمله شايفين برضو الاستريتشات اللي هي الحريمة دي دي كانت لسه دي من على العربية شايفين كل الالوان الوان مختلفة اتنين اكس واكس لارج وسمول وكل المقاسات شايفين هو لسه بيحطها العامل لسه بيحطها كل الالوان عندك سمول عندك اكس لارج اتنين اكس كله كله المقاسات متوفرة خامتها تحفى تحفى الوانها حلوة اوي اوي اه برضو عندنا هنا البنطلونات اللي هي بنطلونات الترينجات دي كده برضو على 11 ونص اه بيبقى فيه طبعا في الملابس على 11 ونص بيبقى فيه على 5-75 فيه قطع على 5-75 كتير في الاطفال يعني مش كله على 11 ونص لا فيه فيه 5-75 وفيه 11 ونص اه بس انا حبيت كده على السريع ان انا برضو ايه اجيب لكم الحاجات الجديدة مع جولة كده سريعا اي حاجة عايزين تشوفوها بالتفصيل ارجعوا للفيديوهات السابقة اه اه الجيبات الجنس البنطاتي اه شايفين برضو ده كده بنطاتي دي خامته حلوة اوي انا بشجع الخامل حلوة انتو عارفين على 11 ونص اه الاميس البيتي النسائي على 11 ونص اه برضو مصورا في الفيديوهات اللي قبل كده انا بس حبيت اقول لكم على شيء ان ان الحاجة متوفرة اه كل مرة اروح عشان نصور لكم ويعني وقت البضعة ما بتنزل بس بصراحة ما بينفعش خالص يعني اغلبكم بيبقى هناك وانتو عارفينه ما ينفعش ان انا اصور والناس اصلا موجودة بس حبيت اقول لكم والله الحاجة موجودة متقلقوش عشان كان فيه ناس بس فبقى اصور بالطريقة دي الحاجة موجودة ومتقلقوش وفي نفس الموعيد اللي هم حطينها عندك منبومة فيه شراط منبومة جميلة جميلة منبومة اللي هو الاصلي على 11 ونص شراط كتير يعني فيه كتير فيه كمية كبيرة منبومة اه بينزلوا مركات مختلفة يا جماعة ومقارنة بالاسعار خيال هم اللي ناس عاملت زحمة بالطريقة دي يعني بحب المكان ده بصراحة عشان فيه حاجات كده مميزة والله ما متحيز له ابدا من يوم ما بدأت اصور فيه وانا حس هو لا فيه حاجات اخدنا منه حاجات حلوة اوي مقارنة ببرة كفاية شيء انه هاي بيبي يعني خيال خيال يا جماعة الحاجات تجنن منبومة لش ردي منبومة اخدنا برضو حاجات شيء من هناك حلوة اوي اخدنا شو زات وشونط يعني باخد معاكم الناس بتزعل لما بتعرف ان انا باخد حاجة يعني بس يعني انا زي زيكم والله بقى والله في وسط الناس وااخد زي زيكم واحيانا انا مش محصلة حاجة ومن الزحمة واحيانا انا حصلوا منبومة يا جماعة شايفين الخامات تحفة على 11 ونص الاستريتشات دي كانت لسه بتنزل او البنترونات دي كانت لسه بتنزل من بومة على 11 ونص تشيرتات وشراط ماركة بومة الماركة اللي هي الاصلية الحاجة الاصلية وتشيرتات الولاة دي برضو منزلها كلها بالتفصيل بس في حاجات هم اضفوها جديد برضو ايه سورتها لكم من بومة برضو عندك القطقم اللي هي الدخل للاطفال خامتها حلوة قوي قوي على خمسة على خمسة خمسة وسبعين خامتها جميلة ما تلاقيش منها خالص اللي هي الصيفة الوان كتير ماشاء الله وفيه برضو مقاسات مختلفة اعتقد فيه صغير وفيد بيرو كده اللي بعده على طول ده اصغر مقاسي يعني اصغر من اللي جانبه صح شيرتات شيرتات فيه حاجات حلوة فيه حاجات حلوة هتطلعوا حاجات حلوة لازم تروحوا تفرزوا وتشوفوا وتشوفوا المقاس وتشوفوا اللي ناسبكم وتدوروا كويس اه حتى قسم الالعاب ما شاء الله فيه حاجات كتير يعني ده عايز فيديو لوحده بس كده عشان نشجع الاطفال يلا شوفكم على خير